طيب خليا نتكلم شوية عن أهم المعايير من وجهة نظر حضرتك المفروضة أن هي تكون متوفرة في أي نص أدبي فإن نحكم عليه أن نحن نقدر أو يصلح للترجمة أو لا من وجهة نظرك طبعا في الأساس هيكون عندنا الموضوع لابد أن الموضوع يكون مناسب للقارئ أو لشريحة القراء المستهدفين نحن نعرف أي كتاب سواء كان مترجم أو كان صادر باللغة الأصلية بتاعته لي شريحة من القراء الكاتب يستهدفهم فلابد أن الموضوع يكون مناسب ثقافيا وفكريا للجمهور المستهدف الكتاب من المعايير اللي بتساعد على زيوع الكتاب المترجم أن الكتاب نفسه أو العمل الأصلي نفسه يكون مشهور في اللغة بتاعته بحيث أن اللغة يكون يتضمن معايير يكون عمل ناجح يكون عمل ناجح يعني بالضبط وده بيدل على أنه بيتضمن مفاهيم وقيام يمكن تقبلها في ثقافات أخرى ودي عملية الترجمة طبعا بيساعد على نجاح الترجمة الأدبية أن الكاتب أو أن المترجم آسف يكون متخصص في المجال بتاعته ونحن نعرف أن الترجمة الأدبية مش نوع واحد أو مش مجال واحد عندنا ترجمة شعرية عندنا كتب عندنا روايات عندنا خيال عيلي عندنا روايات خيالية آسف فإن المترجم يكون متخصص يكون متخصص في المجال بتاعه أو في المجال اللي هو بيترجم فيه بحيث أنه يخرج إلى النور عمل أدبي ناجح شايف أنه فيه إقبال على الكتب المترجمة؟ الإقبال على الكتب المترجمة يكاد يكون أكثر من الكتب المنشورة باللغة الأصلية أصلا لو بصينا على كتب مترجمة زي مثلا الكتاب الأحمر ده كتاب لموت سيتونج مثلا هنجده الطبع منه حوالي 820 مليون نسخة وده عدد لم يحققه كتاب أصلا منشور باللغة الأصلية بتاعته الحاجة التانية أن الكتب المترجمة بتحظى أو في أحد جوانب الانتشار بتاعها إنها قد تحمل أفكار متقبلة من الجهات الرقبية أكثر بكثير مما يسمح به أو مما تسمح به هذه الجهات بالنسبة للكتب الصادرة باللغة الأصلية فلذلك تجد الكتب المترجمة بتحظى بزيوع كبير وبانتشار كبير أكيد خاصة طبعا لو هي كتب نكحة وعليها إقبال كبير زي ما حددتك ذكرت